موهبته الواضحة وأفكاره المجددة وهيئته الخاصة استطاع أن يحجز لنفسه مكاناً في المشهد الكومودي بمختلف أشكاله في الدراما والسينما والمصرح وتاريخه الأكبر مع برامج الكاميرا الخفية إنه الفنان الكبير إبراهيم نصر ولد في حي شبرى بالقاهرة في مثل هذا اليوم في الثامن عشر من أغسطس لعام 1946 وعندما صار عمره قرابة العشر سنوات بدأ في تقليد أقربائه وأصبح المقلد والكوميديان الذي يضحك العائلة وفي المدرسة ترأس فريق التمثيل وفي أحد الأيام التقى بالشاعر والمؤلف بخيد بيومي والذي أقنعه بالذهاب معه إلى التلفزيون لكي يلعب دوراً درامياً في برنامج بعنوان عزيز المشاهد وبالفعل شارك في العمل وكان على الهواء مباشرة وحقق ميلاداً حقيقياً لم يكن يتوقعه حصل على لسانس الأداب عام 1972 ونال أثناء دراساته العديد من الجوائز والميدليات تقديراً لإسهاماته البارزة في فريق التمثيل بالجامعة بدأ حياته الفنية كمونولوجست يقلد النجوم الكبار وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت وتوالت شهرته الفنية حتى قام بتمثيل وبطولة عدة مسلسلات تلفزيونية منها حكاية لها العجب والزمن المر كما شارك في عدة مصرحيات بالإضافة إلى برامج الكاميرا الخفية التي اعتاد تقديمها خلال شهر رمضان وحقق من خلالها شهرة واسعة للفنان إبراهيم نصر مجموعة لا بأس بها منها بيت بلحنان وأحد السيف وحسن اللول وإكسلارج وغيرها من الأفلام المصرية توفي فجر يوم الثاني عشر من مايو من عام 2020 عن عمر نهزى ثلاثة وسبعين عبن بعد أن حفر اسمه وذكراه بالبسمة على وجوه المشاهدين وفي ذاكرتهم ترجمة نانسي قنقر